نحن الآن في ساحة العروض حيث يقع في نهايتها مبنى إدارة أمن عدن ويجاوره مبنى البحث الجنائي الذي تعرض لعملية إرهابية صباح اليوم وهجوم بسيارة مفخخة أعقبتها اشتباكات أسفرت عن عديد قتلى وجرحى بين الطرفين وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن ولمزيد من التفاصيل معنا أحد أفراد الأمن يوضح لنا ما حدث صباح اليوم في مبنى إدارة أمن عدن والبحث الجنائي بسم الله الرحمن الرحيم ما حدث اليوم هو عبارة عن سيارة مفخخة إرهابية تبنىها تنظيم القاعدة أو تبنىها داعش استهدف بوابة مقر إدارة البحث الجنائي وأسفر عن قتلى وجرحى وعقبه بعد ذلك اشتباكات في داخل مبنى في ناس من دسين من السجنة أنفسهم وناس من نفس القاعدة أنفسهم دخلوا من خلف وحدثت اشتباكات داخل مبنى قتل من قتل وقرح من قرف حسبنا الله نعم الوكيل لا زالت الآن الشباكات مستمرة ورقال الأمن طوقوا على إدارة البحث من عدة قهات وأخذوا السجناء حاليا الآن دقوا السور من الخلف وأخذوا السجناء إلى برع وخرجوهم إلى مقر آمن وما زالت الآن رقال الأمن محاصرين المبنى بشكل عام من عدة القهات شكرا لك كما تشاهدون عزيزي المشاهدين وكما تسمعون حاليا أصوات القذائف وأصوات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع تطويق كامل محيط خور مكسر من جهة جولت كالتيكس المنصورة ومن جهة العريش وأيضا من جهة المعلاء إلى حين انتهاء هذه العملية وإخماد هذا الهجوم الذي يستهدف أهم المقرات السيادية لأمن عدن والبحث الجنائي الذي يحتوي العديد من ملفات هذه الجماعات التي من المحتمل أن تكون وراء هذا الحادث الإرهابي آدم الحسامي قناة بلقيس عدن